السلام عليكم غزالة ديولي أخوتي و أخوتي و كل متتبعي قناتي و تافا أتمنى أنكم تكونوا مزيانين و بصحة جيدة كما وعدتكم في الفيديو السابق أنه ستكون سلسلة من الفيديوهات مناسبة استقبالي للمولود الجديد الله يفرح كل شيء الله يفرحكم كاملين والذي يريد أن يقضيها لها والله يعطيكم الدرية الصالحة هذا من التجهيزات اليوم تلتاة يام يعني بعد ما تزيد المرأة تلتاة يام من مرة نفعل هذه المناسبة و هذا الوصفة التي سأعطيكم اليوم كنت أعطيتها لكم هذه مدة تقنية 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 في هذا النهار تلتاة يام ضرورية تكون أعطيتها لكم أنه سأجعل كمتتين ترون تزيد اليوم سأعطي بمتتين مناسبات لتعطيكم كمية كثيرة نتمنتنا الإعجاب لكم وتتبعوني هنا أخواتي أخذت قدرة كبيرة أو تأخذوا كوكود كبيرة قدرت فيها ثلاثة يترون تزيد وهنا لدي الفارينة أو الدقيق الأبيض مغربة لدي أربعة كيلو ونص أربعة كيلو ونص ديال الفارينة مع ثلاثة يترون تزيد كما قلت لكم هذا المقدار نتعلم المناسبات أما إذا أردت المقدار سأعطي بشكل قليل على حسب كيلو أو كيلو سأضعوا كمية قليلة سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف أخذت هذه القدرة الزيت وضعتها على النار حتى سخنتها جيدة بعد حيتها على النار و أريد أن أضع لها الفارينة والزيت كما قلت لكم سخونة جيدة أريد أن أضع الفارينة و أحرك بشي مع القنطة العود أنا أضع الفارينة و أحرك بشي مع القنطة العود هذا يمكن أن أكمل كمية الفارينة التي لديها 4.5 كيلو ونص التي نضعها في ثلاثة يترون و تعزيته كثير من الأخوات التي قالوا لي في الفيديو التي قدمت لكم أنها ليست صحية نحن عارفنا أنها ليست صحية ولكنها تكون مرة في الزمان و لا يمكن أن نأكلها دائما إما نقوم بها في مناسبة عيد المولد النبوي أو إما نقوم بها في هذا النهار الذي قلت لكم أنت تلتية وهي ما أريد أن أقول لكم أخي ما قادرها بسيطة ولكن فيها تعتمارة أخذها المعاونة أنا هنا أخذي أحماتي و لوستي طفلتي يعني تريد أن تحركوا تضيف الفارينة تحركوا وترونها قصحت حتى تقصحت بهذا الشكل هذا كما رأيكم لا تقصحت من هذه الزيت سافي هنا نردها على النار نردها على النار و نحرك اتنسيون تحيدوا عينكم عليها كما قلت لكم كما قلت لكم ضروري مع التحريك دائماً و تكون المساعدة تكون معك واحدة من العائلة التي تحرك معك كما قلت لها و نحركها و نحركها تطلق روحة كما قلت لكم و نحركها تطلق روحة و في نفس الوقت تستمروا بهذا العملية و كما قلت لكم ضروري تطيبوها في شيء كما قلت لكم كما قلت لكم اما طنجرة اما كوكوت كما قلت لكم تبدو اللون جلالها حتى يكون البني ولكن لا يكون البني فونسة لذلك لذلك تطلق عليها و تزيد على الطعب هنا كما قلت لكم تبيتوها للكاملة ولكن لا تغطيوها تغطيوها بسربيته لذلك تغطيوها بسربيته تبيتوها للكاملة حتى تغطيوها للكاملة تبعوا معايا من بعد تبيتوها للكاملة كانت نوجد المقادير اللي سوف نضيفها لها التقنتة وهو اللوز هنا عندي لوز انا استعملت كيلو جيل لوز بالنسبة لها العبارة اللي اعطيتكم اخذت اللوز سلقته قشرته و قليته بعدما قليته هرمشته يعني لا تطحنه بودرة يكون هكا اه مهرمش و كذلك استعملت نصف كيلو ديال الجنجلان او السمسم يعني 500 قرام جنجلان منقي و محمر ماشي مطحون منقي و محمر و بالنسبة للسكر خديت دروري تكون السندة ديالكم رقيقة اما تأخذوا سنيدة رقيقة او استعملوا سكر انا استعملت سنيدة رقيقة الحلاوة تبقى على حسابكم انا في هذا العبار اضرب جوج نتعز لايف اضرب جوج نتعز لايف بعدما نخلطها و سنضعها و سنضعها السكر انتظروا و سنضعوا و سنضعوا و سنضعوا نأخذ هذه القدرة كما اقول لكم ضروري انها تبات لها كاملة نضع لها جنجلان و محمر نضع لها كذلك السكر كما قلت لكم استعملت هنا جوج نتع الغرافي و نضيف لها كل شي كمية اللوز يعني كيلو هي تبغي اللوز يعني شي حاجه يجيزينا فيها اللوز هكا محمره مهرمش و تبدي و تخلطه مزيان مزيان حتى يدخلوا كامل عندك المكونات تدخلوا من تحت الفوق حتى يجنسوا كل شي هذه الطريقة و ان شاء الله سوف نضع لكم في صندوق الوصف اللي سوف تدخلوا كونتيتي صغيرة و هي من اهم تقاليدنا في هذا اليوم يعني سوف نضعها في نهار الثلاثية هنا كما تخلطها و جتني شوية خاصها الحلاوة زيت لها نصف زلافة و ان شاء الله نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف و نضع لكم كونتيتي الصغيرة اللي سوف تدخلوا كمية قليلة و اللي عندها بحالي في هذه المناسبة تستعمل هذه الكيمية تقدها و تزيد العدل هنا خلطتها كاملة مزيان مزيان حتى حسيت ان كل عناصر دخلوا فيها كاملين و كجي هائلة و هناك حطتها لكم في الطباسيات هاكا ان شاء الله سوف نضع لكم الفيديو في نهار ثلثيا كيف سوف نضع سلوه كيف سوف نضع تقنطة كوكش و ان شاء الله سوف نضع معي في هذه المسيرة نشاركوا بكل شيء في واحدة عائلة هي تزينها باللوز تقدم في أطباق صغيرة تزين جيدة بزاف كما قلت لكم ناكلها دائما ناكلها مع الخبز نتمنى تعجبكم حبيباتي و انتظروني في الفيديوهات القادمة لا تنسوش لايكاتكم تعليقاتكم و الى اللقاء يا اغلى صديقات